مين المدرب اللي تحبه بس يزعلم منه؟ حلوة مين المدرب اللي تحبه بس يزعلم منه؟ كابت الحسومة البدري كابت الحسومة البدري؟ ليه؟ عشان أنا مشيت في وقت كنت أحسن أحفت الفرعة الحمد لله يعني كنت مجدد وكنت جاب جن سموحك وكنت عضي الدور بيه وكان كل أرقام بتاعتي مثل مالول كان معاه محل الأداء أسكر كان كل الأرقام بتاعتي كانت أرقام الحمد لله كانت قوية جداً مش شكل إيه؟ معرفش واكيد يتكلم معك؟ لا معرفش بس هو معرفش هو مش سبب معرفي أنا حاسه هو مش سبب كورة مش سبب فاني وكنش بحبك؟ ممكن في مدرب على فكرة ممكن ما يكونش مقتنع بشخصية لعيب أو مقتنع بستايل اللعيب ده يعني كنت عندي مستر مانويل هو شايف إن أنا مدافع قوي جداً وبقى نفزه اللي هو عايزه وكان يقولي عطولي الكلمة دي ويقولها للمدافعين أحمد لو في منافسات مينوب من المهاجم عشر كور يقطع تسعة وده رقم مهول كويس فهو كان شايف كده في مدرب تاني ممكن ما اقتنعش بيك يقتنع بحد تاني طبعاً لكن ملومش طبعاً كابتر حسام أخ ليه كبير أنا زعلت منه طبعاً أنا مشيت بس بكننله طبعاً كل احترامك لازل زعل من هاللوقتي؟ لا طبعاً اتقابلنا احنا رحت وودت لعيبة وأنا مش غالف وكانت لعيبة وودت لعيبة لكابتر حسام محمد شريف وأيمن عشرف لأ أنا خلاباك أنا ممكن نزعل منك لكن أما قابلك بيتعامل معك عادي لان أنا ببقى في رصيد بني وبينك موجود قديم بني وبالكابتر حسام كان حسام مراني في الناشئين ومراني في فريل أول صح فأنا من النوع اللي بشيل الرصيد دا للشخص أقول طب هو برضو عملي حاجات كتير كويسة في حياتي فمش عشر حاجة وحشة ممكن ان أنا أحصلها